موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآيان والأبد أمين لأن الحضور حضور كهنة فأنا حديثي موجه للأباء الكهنة والناس بقى اللي هنا وهنا حظهم كده آه كويس فالحديث لأحباءنا الأباء الموقرين القمامسة والقصوص الموجودين معنا أنا هتكلم على مقدمة وتحت عنوان الأب الكاهن عمله وعلاقاته عمله وعلاقاته لكن قبل ما أتكلم عن عمل الأب الكاهن وعلاقاته فيه ثلاث صفات تجمعنا كلنا كأباء بنختم الصفة الأولى في الأب الكاهن أنه أو الأباء الكاهنة يجب أن يكونوا شهود أحصحاء وصحيح هنا جامل صحة يجب أن يصنع مناخ روحي جوا كنسته يعني أنت مسؤول أنك تجعل الكنيسة ذات مناخ روحي وكلمة مناخ روحي هنا هي الكلمة اللي بنصليها في أبانا اللازي وبنقول كما في السماء السماء جميلة كنيسة جميلة السماء نضيفة كنيسة نضيفة السماء بتلمع كنيسة بتلمع هو ده المناخ الروحي وعلشان كده أنت أيها الأب الكاهن في حالة تواصل مع البشر مش تواجد تواصل يعني أنت لك لمسة روحية مع كل أحد هو ده شاهد شاهد صحيح دي الصفة الأولى الصفة الثانية أن الأباء الكاهنة يجب أن يكونوا معلمون أقوياء معلم قوي معلم في الفضيلة، معلم في العقيدة، معلم في التاريخ، معلم في الحاضر، معلم عارفين نسمي السيدة المسيحة المعلم الصالح وكلكم عندكم أولادكم وبناتكم ربنا يخليهم عندما تدينه درس خصوصي، تدور على مدرس شاطر شاطر، ليس أي مدرس والطالب يقول لك أنا بفهم من الأستاذ ده أنا بحب الأستاذ ده لأنه بيسهل لي طريق التقوى اللي إحنا عايشين عشان كده المعلم القوي له رؤية واضحة الخدمة دي مش كده من غير أي ترتيب، له رؤية وحاجة مهمة جدا أنك أنت بتعرف التركيبة الاجتماعية بتاعة شعبك أنتو خدتوا محاضرات عن البيئة الصحراوية والبيئة الريفية والبيئة الساحلية والبيئة الحضرية آه، وخدتوا محاضرات في الصحة النفسية كل المؤتمر واللقاء كل ده علشان يجعلك تقدر تعرف التركيبة الاجتماعية بتاعة الناس اللي قدامك تخدمهم بإزاي؟ ويقولوا دايما كده عندما تتضح الرؤية ينضبط السلوك لما الإنسان يبيعارف طريقه يبقى ماشي صح فاكرين زكة؟ زكة كالرجل عشار وكانت حياته كلها في القروش اللي قدامه زمان ما كانش فيه فلوس ورق الفلوس كانت كلها معدن بس أحجام مختلف فعمال يعمل كده من الفلوس دي مجموعات وعالمه كله في هذا المال ولكن استمع من الناس اللي بتيجي قدامه عن المسيح فأراد أن يراه بس كلمة يراه اللي هي الرؤية اللي بقولك عليه الرؤية الواضحة فلما رأحوا أنتوا عارفين طبعا القصة لما رأحوا تعلق على الجميزة وشاف المسيح ونسيحنا داله باسمه تغير كل حاجة فيه لأن الرؤية واضحت شعبك محتاج أنه يرى رؤية واضحة اللي هي تجديد الزهن ما تقدمه من تعليم من اجتماعات من عزات من زيارات أنت بتعمل كل ذا بتجديد ليس شيء قديم واجبها وقدمها كلنا عارفين العيش البيت أو الأكل البيت ما يبقالوش طعم قوي وأظنكم عارفين القصة اللطيفة بتاعة البنوتة الصغيرة وهي وأخوها فبيقول لها ايه؟ هو كل مرة هنصلي خبزانا كفافانا عطينا اليوم قالت له اه؟ احنا حفزينها كده؟ قال لها لا أنا هصلي وأقول خبزانا كفافانا أعطينا اسبوع بالاسبوع هتصلي ويايا؟ بيقول لأخته قالت له لا يا أخوي مش هصلي ويايا قال لها ليه؟ قالت له ما يحبش العيش البيت واخدين بالكم ما يحبش العيش البيت معلم قوي واحد شاهد صحيح واثنين معلم قوي اللي بيكمل المسلس ده أنه يكون إنسان محب عظيم طاقة حب وهذا هو رأس مدنا نحن لا نملك سوى الحب لا إمكانات فلوس ولا مهارات شخصية ولا مواهب معينة ولا أي حاجة هو ما نملكه أننا نقدم حب الله لكل أحد المحبة مش مرتبطة بالزي ولا مرتبطة بالممارسة هي مرتبطة بالنفس النقية قلبك واسع ودايما بأحكي الحكاية ده هي إنه لما كنت بزور أرمينيا لقيتهم في الفطار يقدموننا رمان وفي الغداء رمان وفي العشاء رمان على كل شيء من كل فسألتهم ما هي حكاية الرمان حتى في آخر زيارتي الكاسيليكوس هناك أقدمونا هدية رمان طبعا رمانة وشكل مجسمة ليس حقيقي ما هي الحكاية؟ قال لك الرمان أولا الرمان يسمونه ملك الفواكه ملك الفواكه لماذا؟ لأنه تمسك الرمانية تلاقي لها تاج تاج الملك ثم أنها أكثر فاكهة تعيش تعيش في وقت طويل حاجة الثالثة أن كلها فويت حتى القشر بتاعها حاجة الربعة أنها فيها فصوص مرصوصة كده جواها بمنظر أكثر من رائع ولما تفتح الرمانية وتلاقي الفصوص دي مرصوصة هذه قلوب من تخدمهم قلوب الناس اللي بتخدمهم مرصوصة جوا قلبك وبيسموها دي يا أبهات فضيلة اتساع القلب بالحب للكل يعني قلبك كل ما اتملها حب يوسع يوم يستوعب الآخرين يقولك إيه؟ ليكن مستوى الحنان لديك في ارتفاع دائم إلى الحد الذي فيه تحس في قلبك بحنان الله نفسه نحو العالم العالم قاسي النهاردة العالم ناشف من كتر استخدام الأجهزة الحديثة والتكنولوجي والنت والحاجات دي قلب الإنسان نشف نشف بقى فيه قصوة أصلا أنكم تتابعوا التليفجين والأحداث التي تحدثوا يا أخواتنا هناك أحداث مؤلمة ولا حد يستجيب كل الدول العقلة تقول هذا كلام وقفة إنسانية أو هدنة إنسانية ولا حد يسامع كلام قلب ناجف قاسي أيها الأب الحبيب يقوعة يكون قلبك قاسي هنا المحبة وكل ما تقترب من الله وتعيش فيه جوه كل ما يبقى قلبك حنين الحنية اللي أحن نسميها كده الرحمة لكن هي الحنية اللي تملى قلبك فإذن هذه علامات ثلاثة لك قبل ما يدخل في الموضوع أنك شاهد صحيح للمسيح وأنك معلم قوي شعبك وأنك محب عظيم في وسط الخدمة بتاعتك ما هو عمل الأب الكاهن؟ هحط عمل الأب الكاهن وطبعا أنتم خدتم محاضرات جميلة ونقريت البرنامج هحط عمل الأب الكاهن في سبع نقط صغيرة جدا ولكن واضحة خالص أول حاجة في عمل الأب الكاهن أنه مفتقد هو يجب أن يكون بالافتقاد والافتقاد هو اللي بيديه صفة الأبوة أنا بزور البيت بقعد ويا هذه الأسرة أنا بيت أبوهم بيقولوا لي أبونا أبونا جاي يزورنا النهاردة وهذه قمة الرعاية وهذه علامة في كنستنا الإبطية وفي تاريخنا أن الأب الكاهن أن الأب الكاهن دائما الافتقاد يمكن بعد شوية ربنا يديكم الصحة بعد شوية الظروف الصحية لا تبقى مواتية أو في بعض البلاد اللي فيها سلالم كتير وارتفاعات الاستقاد بالحضور بالزيارة بالتليفون بالمناسبات لكن الافتقاد العمل الأول للكاهن أنه مفتقد يزور الناس يتطمن على رعايته العمل الثاني أنه معلم يعز ويعني إيه كلمة يعز الفرق بين الوعزة والمحضرة المحضرة نتكلم فيها في أي صنوف العلم أي حاجة علمية اسمها محضرة ولكن الوعزة تزداد أهمية عندما تتكلم عن المسيح وعن التوبة يعني لو أنا عادت أتكلم من هنا البكرة وما جبت سرت المسيح ولا سرت التوبة يبقى اسمها محضرة لكن لو اتكلمت وجبت المسيح وعمله الخلاصي والتوبة ونقاوة القلب يبقى هي دي وعزة يعز الإنسان يجعله يستيقظ فأنت معلم عشان كده إراياتك دراساتك معرفتك إزاي تقرأ كتب وتاخد منها وتقدم لشعبك الشباب للأطفال للصغيرين للكبار تقدم ما هو مناسب لهم ليس أي كلمة كنيستنا المسترشدة بالروح القدس عمل منهج اسمه منهج ودسات الحد لاعزات الحد كلها طول السنة منهج مترتب ورا بعضه قل لك الأحد الأول من شهر بابة الأحد الثاني ويخلص شهر بابة يجي هاتور وهكذا منهج منهج وعمل منهج خلال أقراءات بقية أيام الأسبوع منهج نظام ترتيب اوعد تجعل خدمتك كده هماشيا وخلاص لا أنت واعوز زي ما قلتلك أنت معلم قوي نمرة ثلاثة أنت معرف معرف يعني بتاخد اعترافات طبعا الاحتياجات الرعاية بيترسم الكاهن من هنا وبعد شهور قليلة أو سنة يبتدي ياخد اعترافات ما كانش الوضع كده زمان كان زمان الأب الكاهن يترسم ويبقى اسمه قس وقس يعني بريزفتيروس يعني مصلي وهذا الأب الكاهن ووظيفته الأساسية الصلاة زي ما قلت دلوقتي وما كانش ياخد اعترافات لكن بعد يمتد بيه العمر والخبرة والممارسة ييجي قدام الأب الأسقف بعد تلاتين سنة من رسمته وياخد صلوات يقوم بها الأب الأسقف لكي ما يصير هذا الكاهن الكاهن فلان والمعرف بياخد اعترافات ليه؟ لأن الاعتراف شكل من الطب الروحاني طب للنفوس لكن احتياجات الرعاية ضغطت على الكنيسة فبقى أبونا بعد سنة ولا حاجة من رسمته يبتدي ياخد اعترافات وفي رأيي وتقديري الخاص أن أصعب عمل يقوم به الكاهن هو الاعتراف أصعب عمل أصعب عمل في كل أعمال ولذلك أنت معرف بمعنى أنك مريح للنفوس واجب أن تكون مؤهل لهذا العمل جيداً وسمينار زي كده والدراسات اللي فيه هي تساعدك في هذا التأهيل الصفة الرابعة والعمل الرابع أنك معمر شخص معمر نشيط واخد باله معمر في الكنيسة بتاعته معمر الكنيسة بتاعته لازم تولد مشروع يخدم المجتمع زي مدرسة أو عيادة أو بولي كلينك مستوصف أو مستشفى أو مركز تدريب مهني حاجة تخدم المجتمع لأن الكنيسة لها دورين الدور الأول الدور الروحي وهو خلاص النفوس والدور الثاني هو الدور الاجتماعي خدمة المجتمع اللي هي موجودة فيه بكل وسيلة عشان كده هو الصفة الرابعة أو العمل الرابع له هو أنه معمر خمسة أنه مصلي تقول لي ليه ما جبتش الصلة دي في الأول ما هي كلها دخلة واي بعضها احنا مش هنفصل لكن كل الأعمال ده هي دخلة في بعضها أنت مصلي ومسبح ومرنم وانت لما بتقف تصلي بتصلي بلسان الناس علشان كده الترنيم والتسبيح يصدر من القلب بتشارك الشهر الجاي عندنا صهرات كياك صهرات حلوة ومدايح جميلة واخد الصورة الشعبية لكن شطرتك أنك تشرح للناس الناس تفهم ترنم بفهم تسبح بفهم يبقى فاهم هو مش مجرد بيردد المسئولية المسئولية الصفة الخامسة الستة أنك مجامل ومجامل هنا معناها مشارك يعني ايه كلمة مجامل مجامل يعني تجعل الموقف جميلا يعني أنا رايح أجامل فلان في الإكليل بتاع ابنه حضوري وياه يسعده يمقى يجعل الموقف جميلا رايح أجامل فلان في انتقال حد من قريبه مجرد وجودي وياه يخفف آلام هذا الحزن فهنا مجامل يعني مشارك وبرضه مجامل ومشارك دهية فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين مشاركة بالقلب قلبك العمل الرابع أنك مثال ونموذك تجنب أيها الحبيب أن لا تصدر منك أي عصرة لا بالكلام ولا بالتصرف ولا من خلال أسرتك ولا من خلال تصرفاتك من فضلك أنت نموذك نموذك ومثال قدوة قدوة من الحاجات اللي بتعجبني أنا شخصيا عندما أذهب إلى الكنيسة وأصلي في أخر فوضع بركة على الناس لقمة البركة يوم حد من الشعب يوضع عليه ويقول لي صلي لأبونا فلاه أبونا بتاع الكنيسة أبونا مبسوط قوي أن الشعب حاسس بأبونا وأن أبونا هذا النموذك بتاعه هذا الصورة الحلوة بتاعته ووجودك أنت أنت عضو في كل بيت وأرجوكم تفهموا دي كويس قوي مرة زمان حضرت المؤتمر في أبروس هو مؤتمر كان بيتكلم عن التنمية فالمحاضر اللي كان بيدينا المحاضرة كان أستاذ جامعي كان دي بس يعرف الكنيسة الأبطال وكان بيكلمنا وقسمنا مجموعات وقال كل مجموعة تقول هتخدم إيه وهتحل مشكلة إيه فالمجموعة بتاعتي كنا أربعة خمسة كده وبعدين افترضنا أن في قرية فيها مئة أسرة مسيحية والقرية دهيت فيها مشكلة مشكلة الأمية وكل أسرة فيها خمس أفراد يبقى عدد الناس اللي في القرية دي مئة في خمسة يبقوا كام خمسمية وفيها كنيسة بأبونا واحد فبتدنا بقى نشوف هنعمل إيه والفصول إيه وهنعالج المشكلة دي إيه فلما جينا عند النقطة بنقول له هذا الأستاذ الكندي بنقول له عدد السكان خمسمية والمشكلة كده وعندنا بيت أسرة وعندنا كنيسة فيها أبونا واحد قال لأ العدد بتاعكم مش خمسمية قال لأ هم مئة أسرة ومضربين في خمسة يبقى خمسمية قال لي لأ قالوا احنا كم؟ قال لي ستمية قالوا جبت المية دي منين؟ قال لي أنتم عندكم تقليد في الكنيسة الإبطية أن الكاهن عضو في كل أسرة فكأنه عضو في الأسرة دي وديه 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 يبقى التوتل بتاعهم ستمية واخدين بالكم النظرة واخد بالك من دورك من مسؤولياتك هذه هي الأعمال السبعة اللي هي تكون بتاعتك وانت مسؤول عنها وطبعا دي عنوين حط تحتها تفاصيل كتير خالص أريد أن تعرف قبل أن تخلص النقطة نحن الأباء لا نقوم بالتعليم فقط ولكن نقوم بالتشكيل ليس تعليم ليس تعليم اللي هو التكوين يعني نحن باعتبرنا أباء لا نقوم بالتعليم ليس الحكاية تعليم ومعلومات لا ده الحكاية فيها تشكيل يتشكل الشخص ولما أجي أسأل فلان هو أنت من كنيسة إيه؟ يقول لي كنيسة كذا وأبقى عارف الكنيسة دي إلى نوعا ما عارف أن الشباب بتاع الكنيسة دي شباب تمام أنت خدم صح حتى تانية لا تخدم صح أخبركم لكي كنت أنت أيها الكاهن طبيب هيلر كيف تشفي؟ ومن تشجد ومن تشقادي أنت جاء عشان تحكم على الناس تقول له ده صح وده غلطه بس لا أنت أولا طبيب وده اللي احنا بنشوفه أو شفناه في عمل السيد المسيح معنا العمل ويانا في أماكن كتيرة وكيف ظهرت حياته وظهرت أنه يشفي مش مجرد المرض الجسدي والنفسي والروحي والاجتماعي والأسري كل حاجة أنت طبيب ولا استقاضي النقطة الثانية اللي هي علاقات الكاهن العلاقات برضو عايز أحط قدامك سبع أنواع من العلاقات أول علاقة لك ككاهن علاقة مع نفسك الكاهن ونفسه حضرتكم عارفين القديس بولوس الرسول قال بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة صور أعد أخدم الناس دي كلها واجي قدام باب السماء يقول لي عن إذنك إني لا أعرف كن ربنا ما يسمحش حد يسمع كده فأول علاقة مع نفسك العلاقة مع نفسك عايزة الصراحة لازم تكون صريح مع نفسك لازم تواجه نفسك لازم تفحص نفسك لازم تفتش عن خطايا ضعفات سقطات تقصيرات تسربت ودخلت حياتك أنت مرسوم بقى لك عشر سنين عشرين سنة ربنا يديك العمر الكبير تقول لي نفسك إيه أنا في الأول ما كنت ممتاز كنت الحمد لله كويس دلوقتي مش عارف إيه ده عندي حالة من البرود حالة من عدم الاهتمام حالة من تكرار الأمور أيها الحبيب كن صريحا مع نفسك تاخد خلوة تقابل أبا اعترافك ترجع نفسك تكتب بعض الحاجات اللي تخصك قدامك تعدل سلوكك تشوف أحيانا الخطايا وربنا يحميكم جميعا تتسرب تتسلل وعلى مدى طويل يقولك الشيطان فتال حبال عارفين الحبل لما يجي نفتله ما بيخلاش زي اللي بيعمل ضفيرة كده تفضل ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها خش حاجة صغيرة فكرة مكلمة علاقة استسهال في حاجة أرجوك انتبه لنفسك انتبه وكنستنا من ترتبها خلتنا نصلي في نص الليل إنجيل العزارة الحاكمات والجاهلات اللي كانوا مستعدين والمستعدات دخلنا معه إلى العرص النفوس المستعدات والأخريات النفوس الغير مستعدة جم وقرعوا الباب ربنا ربنا افتح لنا قال لهم ايه اني لا عارف اكون ربنا ما يسمحش عشان كده أول علاقة مع نفسك ترجع نفسك وقو علشان دقنك بيضت وانت بقى لك بقى عشرين سنة ولا تلاتين سنة ولك العمر الطويل تقول بقى خلاص أنا بقيت مترفع عن أي خطية ولا أبدا لو كان كبير جدا يعافي خطية خد بهلك انتبه نمرة واحد نمرة اثنين علاقة الكاهن مع أسرته الأسرة اللي هي الزوجة رفيقة جهادك وتعبك وتكريسك وأولادك وبناتك إن كانوا صغيرين أو كبار ربنا يخليهم وهذه العلاقة نسميها لها الرعاية رعاية الأسرة يوم ما ربنا سمح واختارك للكهنوت خدنا موافقة أسرتك زوجتك فزوجتك شريكة في هذا القرار صحية من محبتها لك وفقت ومن محبتها لك متحملك متحملك لأن زي ما أنتوا عارفين المثل يقول بابان لا يغلقان باب الطبيب وباب الكاهن كويس وتقول لها أنا جاي الساعة 5 ترجع حضرتك الساعة 12 مش كده برضو وتبقى متفع على حاجة وتقول أنا مشغول جدا وأحيان حضرتك ترجع بالليل بعد جهاد اليوم تبقى مش عايز تنطق وهي نفسها تسمع صوتك وانت بتحرمها حتى من الكلام تشرب كذا تشقول لها كده تاكل كذا كأننا في مكان الخرص واخدين بالكم وهي نفسها تسمع صوتك محرومة صوتك طول اليوم أيها الأب الحبيب بيتك وزوجتك وولادك وبناتك بالذات لو كانوا صغيرين شوية وبردو لو كبار يحتاجوا منك سعادة التوادق لها كد ليس الحكاية انك بتوفر لهم باحتياجاتهم ليس الحكاية انك رامي الحملة على ماما ربنا يخليه ليس الحكاية كده الحكاية ان كل واحد من ولادكم وبناتكم محتاج أبونا محتاج بابا بابا بتاعي حس بيا وبالتالي لازم بيتك يكون نموذك ولازم تكون حساس للنقطة دي قوي لألا يتصرب إلى زوجتك في يوم من الأيام فكرة يا ريتني ما وفقت يا ريتني ما وفقت انتو عارفين حرف الندم ده حاجة متعبة ها عشان كده اهتم بالحياة الروحية جوالبيت مرزوا جد كاهن قالتلي ايه قالتلي انا بحب ابونا جد قالتلي ايه قالتلي تعرف اول ما يرجع من الخدمة الدهرية العصرية يقول لي ايه انت صليت النهاردة بيتطمن على حياة الروحية قبل ما هنأكل ايه وهنشرب ايه اه بيت الكاهن لازم يكون نموذك في الحياة الروحية نموذك حلو ومن فضلك يا بونا ما تنساش انك تقدم وقت وقت حلو وياهم مش وقت انت قاعد مجغول بالموبايل ولا بتقرأ في جورنال ولا بتفرج على حاجة في التلفزيون اه انت وقت خاص بتاحهم والانسان دايما بيقولوا كده يحتاج تلاتة تي ايه تلاتة تي دول تلاتة تي دول تلاتة كلمات بالانجليزي ايه انسان اول حاجة يحتاج تلاتة تايم وقت والحاجة التانية اللي بيحتاجها توق نتكلم ناخد وندي حاجة مهم بخال الاقي حد بيسمعني ولقي كلامنا ويا بعض في اي موضوع يخص البيت او غير البيت في حوار في حديث وبيقولوا بيت شعر كده لطيف يقولك سئمت من الحياة ولم يعد لي فيها حديث إلا الحديث اقولها تاني سئمت من الحياة سئمت يعني ايه؟ زهقت من الحياة ولم يعد لي فيها حديث حديث اللي هو ايه؟ حاجة جديدة مفيش حاجة جديدة هو من قوه نهاية الخاصة